عندما يتم ذكر اللاعب الولزي وزيو فينتاس يتبادر إلى الأذهان تلقائياً الموسم الذي قضاه إيار راش مع الفريق وبعد هيئة التركيز على التعاقد مع صانع الألعاب ونجم المنتخب الولزية آرون رامسي في هذا الصيف بشكل مجاني متجاهلين الولزي ثالث الذي حقق نجاحاً كبيراً بقميص الفريق والزي وصل إلى إيطاليا بأرقام قياسية حيث أثبت نفسه كلاعب لا ينسى في تاريخ كرة القدم ليس فقط في إيطاليا بل في جميع أنحاء العالم جون تشارز الملقب بالعملاق اللطيف كان لاعباً يمتاز بقوته البدنية ولكن بلطفه وأخلاقه داخل الملعب ولد في قرية تشتهر بمناجم الفحم في ويلز حيث بدأ بصيرته الكروية في صغره وتنقل بين مراكز مختلفة على أرض الملعب في يوفينتوس كان تشارز شخصية بارزة بين الجماهير إذ كان يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية بجانب بابا الفاتيكان إذ كان يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية بجانب بابا الفاتيكان وعلى الرغم من ذلك فإن البعض الآخر من الجماهير الذين كانوا من الاتجاه الاشتراكية كانوا يعتبرون ستالين بالإضافة إلى تشارز أحد الشخصيات الرئيسية بفضل قوته البدنية ومهاراته الكروية نجحت تشارز في الوصول إلى لاتز يونيتد قبل أن ينتقل إلى يوفينتوس حيث تألق وسهم بشكل كبير في نجاحات الفريق في أول مشاركة له مع الفريق وهو في عمر السابعة عشر قدمت شارز أداء رائعاً كقلب دفاع في مواجهة دينفرز حيث كانت المباراة تجمعه مع بيلي هولاست المهاجم الاسكتلندي المميز في ذلك الوقت انتهت المباراة بالتعادل السلبي بفضل تألق الشاب الويلزي في إيقاف خصمه بشكل كامل هو المدافع الأفضل على الإطلاق الذي واجهته تلك الكلمات كانت من اللاعب الاسكتلندي بعد المباراة حيث وصفت شارز بأنه المدافع الأفضل على الإطلاق الذي واجهه ومع ذلك لم يدم تألقه طويلاً حيث تم استدعاه بسرعة لأداء الخدمة العسكرية مما جعله يغيب عن الملاعب لمدة عامين استغلهما لإجراء عمليات جراحية في عضروف قدمه عندما عادت شارز وجد نفسه يتعامل مع تغييرات في الفريق حيث تولى ماجور باكلي مسؤولية تدريب الفريق فقام باكلي بتعديل مراكز شارز على أرض الملعب فأحياناً كان يشارك كقلب دفاع وأحياناً كظهير أيمن وفي بعض الأوقات كلاعب خط وسطه ولكن في إحدى الفترات من الموسم شارك كمهاجم ونجح في تسجيل أحد عشر هدف في ست مباريات مما ساهم في عودة النادي لمسار الانتصارات رغم فشل تشارز في الموسم الأول في قيادة لاتز إلى الصعود إلى الدرجة الأولى إلا أنه في الموسم التالي نجح في تحقيق هذا الإنجاز وفي الموسم التالي استمر اللاعب الولزيو في تسجيل الأهداف حيث سجل ثمانية وثلاثين هدفاً في ثنين وأربعين مباراة في الدرجة الأولى مما ضمن للاتز المركز الثامن في سلم الترتيب ولهذا السبب انهالت على النادي العروض من الأندية الإنجليزية لضم تشارز لكن لاتز أعلن أن مهاجمه ليس للبيع ومع ذلك غيرت حديثة مأساوية في ملعب إلاندرود كل شيء ففي الثامن عشر من شهر سبتمبر لسنة الف وتشعمائة وستة وخمسين اندلع حريق في ملعب إلاندرود بسبب ماس كهربائي مما أدى لاحتراق غرف الملابس والمكاتب والعلاج الطبيعية والبنية التحتية للملعب بأكملها وهو ما وضع النادي الإنجليزي بين شقي الرحاة أما الاحتفاظ بتشارز وعدم الحصول على السيولة اللازمة لإعادة إعمار النادي وإما التخلي عن نجمه الأول بروناس ناقش مع شارز إمكانية الانضمام إلى يوفينتوس فريق السيدة العجوز الإيطالية الذي تولى إدارته الشاب إمبرتو إنلي بهدف إعادته إلى قمة الكرة بعد ست سنوات من الجفاف وفقت العائلة الملكة لشركة فيات على دعم الفريق ماليا مما جعل شارز هدفا مرغوبا انتقل شارز إلى يوفينتوس بعد أن أصبح أغلى لاعب بريطاني في تاريخ الكرة بعدما دفع النادي مبلغا قدره خمسة وستين ألف جنيه استرينية للتعاقد معه بالإضافة إلى عشر ألف جنيه إضافية ومزايا أخرى من فيات بما في ذلك السيارة الرياضية وبهذا أصبح ثاني لاعب بريطاني يخض تجربة اللاعب في الخارج وصل شارز إلى دور الدفاع الأشهر في العالم حيث واجه مدافعين أقوياء وكان لديه رفيق جديد قادم من الأرجنتين الساحر عمر سيفوري رغم الفروق الثقافية واللغوية اتحدث نئي داخل وخارج الملعب وكان بونابيرتي يدعمهما من الخلف بما جعلهم يعرفون باسم الثلاثي المقدس أو الثلاثي الساحر خلال تلك الفترة تحول يوفينتوس بفضل شارز وسيفوري حيث كان الفريق يلعب ويسجل من أجل المتعة فقط وبفضل شارز وسيفوري سجل يوفينتوس خمسين هدفا من أصل سبعة وسبعين هدفا في تلك الموسمة منها ثمانية وعشرون هدفا للولزي وكان الثنائي يسجل أكثر من معظم الفرق في الدور الإيطالي شارز اللاعب الإنجليزي الأسطوري في تاريخ الدور الإيطالي لم يواجه أي منافسة على لقب الأفضل فقد استمر في مسيرته لأكثر من خمسة وعشرين عاما دون حصوله على أي انذار أو طرد مما جعله يحظى بالاحترام والتقدير ورغم التقلبات التي شهدها يوفينتوس في الساحة الأوروبية إلا أن شارز وسيفوري استمروا في التألق وتسجيل الأهداف حيث سجلوا معنا أكثر من نصف أهداف الفريق في ذلك الموسم التاريخي شارز كان دائما يظهر بروحا رياضية مميزة حيث لم يلجأ إلى العنف رغم التحديات التي واجهها بل كان يتفاعل بابتسامة مع الخصم حتى بعد تعرضه للعرقلة القوية مما جعله محترما بين اللاعبين لم يكتفي شارز بتألقه داخل الملعب فقط بل كانت له تأثيرات إيجابية خارج الملعب حيث تمتد شهرته إلى درجة أنه أصبح سببا في زيادة مبيعات السيارات في محاولة للحفاظ عليه في يوفينتوس وعلى رغم من تجديد عقده بعد انتهاء الفترة المبدئية إلا أن شارز بدأ يواجه صعوباته سواء داخل الملعب بسبب الإصابات أو خارجه بسبب المشاكل الشخصية مما أثر سلبا على أدائه وعلى نتائج يوفينتوس في الموسم الذي أنهوه في المركز الثالث عشر شارز الأسطورة الإنجليزية في تاريخ الدور الإيطالي واجه تحدي جديد عندما قرر العودة إلى بلاده لتعليم أطفاله هناك ولم يكن خيارا سوى الانتقال إلى لاتز يونايتد حيث أبرمت الصفقة التاريخية بقيمة 53 ألف جنيه استرلينية وهو مبلغ ضخم يعكس قيمته كلاعب أسطورية لم يستمر شارز طويلا مع لاتز حيث شهدت فترة وجوده هناك فقط 92 يوما وخلال هذه الفترة لعب 11 مباراة وسجل ثلاثة أهداف فقط مما دفعه للرغبة في العودة إلى إيطاليا مرة أخرى واختار نادي روما كوجهة جديدة ومع ذلك لم يستمر النجاح مع روما أيضا حيث سجل أربعة أهداف فقط في عشر مباريات وتأثر أداؤه بالمشاكل الشخصية التي كان يواجهها خارج الملعب بعد ذلك عاد شارز إلى ويلز ليلعب لنادي كارديف سيتي لثلاثة مواسم دون أن يحقق النجاح المطلوب ليختتم مسيرته الكروية في دوريات الهوات ويعتزل كرة القدم في عام 1974 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والتألق وعلى الرغم من نهاية مشواره الكروية إلا أن تأثيره لا يزال حاضرا في عالم الرياضة حيث يحمل المدرج الغربي في ملعب إيلاندرود اسمه ويحمل أحد الشوارع المؤدية للملعب اسمه أيضا كتحية وتقدير لإسهاماته الكبيرة في نادي لاتز يونيتد ومع نهاية مسيرته الرياضية بدأت شارز مسارا جديدا في الحياة حيث تجاوز مشاكله الشخصية التي تأثرت بها مسيرته الكروية لكنه واجه تحديات أخرى في الاستثمارات التي فشلت معظمها وانتهت حياته بشكل مأسوي في يناير عام 2004 بعد معاناة مع المرض وجلطة أدت إلى بطر قدمه تركت شارز إرثا لا ينسى في عالم كرة القدم لا تتكرر شخصيته ولا تتكرر مساهماته حيث وصفه رفيقه بونابيرتي بالشخصية العظيمة داخل وخارج الملعب وبهذا انتهت رحلة أحد أعظم لاعب كرة القدم في تاريخ يوفينتوس وليدز يونايتد إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو